وبالنسبة إلى الموقف أو موقف الأنظمة العربية هل عندكم في هذا المجال نوع من أنواع الخيبة من مواقف هذه الأنظمة كمان إحنا في ظل مثل هيك بجزرة وفي مثل هيك عدوان صهيوني مدعوم أمريكيا ومن الغرب أي واحد بقول كلمة خير أي واحد بحكي موقف رافض للعدوان رافض للمجازر وأيضا رافض لعملية التهجير في مرحلة ما ويدعو إلى وقف إطلاق النار ويدعو إلى وقف المجازر الصهيونية ويدعو إلى إدخال المساعدات بالتأكيد هذا موقف مقدر وهناك عدد من الدول العربية عبرت عن هذه المواقف هل هذا هو المطلوب بالتأكيد لا المطلوب أن تترجم هذه المواقف عمليا على مستوى الضغط على هذا الاحتلال وهناك أشكال كثيرة يمكن أن تستخدم في إطار الضغط على الاحتلال الصهيوني ولذلك المطلوب ترجمت هذه المواقف المشكورة إلى خطوات عملية تؤدي إلى وقف العدوان وقف المجازر وقف الإرهاب الصهيوني المدعوم أمريكيا وغربيا ثم إدخال المساعدات إلى غزة التي تحاصر حصارا خانقا وتعدم الحياة بكافة أشكالها داخل قطاع غزة هذا هو المطلوب لذلك نحن نأمل هذا هو المطلوب وهذا هو المأمول لكنه لم يتحقق لماذا برأيك هل لأن فلسطين اليوم لم تعد قضية العرب كما كانت في الستينات والسبعينات من القرن الفائد قضية فلسطين منذ زمن بعيد لم تعد هي الأولوية ليس فقط لدى العرب وإنما بالعموم ومن أهم أسباب هذه المعركة وخلفياتها أن ننطلع هذه القضية من تحت ونضعها على طاولة العالم ابتداء العرب ثم الدول الإسلامية ثم العالم والمجتمع الدولي والآن القضية الفلسطينية على الطاولة هون مطلوب من كل دولة عربية أن ترتقي إلى مستوى ما وصلت إليه القضية الفلسطينية ثم شعوبها العربية والإسلامية وأحرار العالم اللي اليوم يتظاهرون ويهبون لا يخرجون من الشوارع ليعبر أن تضامنهم مع هذه القضية المطلوب الارتقاء إلى هذا المستوى عبر ممارسات عملية ومواقف عملية تنهي هذا العدوان وهذه المجازر بحق شعبنا وأيضا تدخل المساعدات ترجمة نانسي قنقر